السلام عليكم هنحضر مع بعض اليوم شوية فطير مشالتت كده هنعملهم مني بحجم فطيرة صغيرة بطريقة سهلة وسريعة هنورق كتير ولا نوسع عجين ولا اي حاجة وهنحل كل مشاكل الفطير والز حاجة فين هو منفوخ كده ومورق ما شاء الله تبارك الرحمن يسد معاك في وجبة فطار وجبة عشا حتى غدا مع شوية جبنة وشوية عسل والعملية تمشي بازن الله ونقدر نفرازه كمان في الفريزر خلونا نسمي بسم الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الوصفة سمينا بسم الله اصحابي الكمية اللي انت شفتوها الامر اللي معايا دي كانت بنص كيلو من الطحين او الدقيق جميع الاستخدامات انا طبعا هنا هعجن قدامكم كبايتين بس عشان انا عاملة عجينة ومريحاها عشان اكسب الوقت طبعا عجينة الفطير سهلة جدا كبايتين او اربع كبيات او عايزة تشتغل على كيلو حسب عدد افراد الاسرة اللي عندك المهم من نص كيلو طحين هياخد معلقتين كبيرة من الزيت وهياخد تقريبا يعني من كباية لكباية لربع مية طبعا انت عارفين ان نوعيات الطحين بتختلف من مكان لاخر ببدأ بس الطحين مع الزيت اول وبعدين انزل بالماء تدريجي حتى تجمع العجينة عجينة الفطير لازم تبقى متمسكة يعني نشفة شوية مش طرية او لينة لان احنا لما بالريحة هي نفهاش خميرة لما الريحة هي هتنعم وهتمط معانا كويس جدا عجنتها كويس جدا وخليتها تريح في كيز بلاستيك شايفين المططية وده ممتاز لان انتي لو خليت العجينة من البداية طرية بعد كده هتبدأ لما تيجي تقطعيها هتقطع منك ومش هتبقى حلوة فهي تخليها قوامها يعني اللي هي النشفة اوي والي هي الطريقة اوي قوامها يكون متوسط بنخليها تريح نص ساعة ساعة كل ما تريحيها ينفهاش اي خميرة كل ما هتريحيها تديك نتيجة اسرع واحلى في الفرد هنا قسمتهم كرات كده يعني الكرة تقريبا حوالي 70 جرام لو انت عايزة تعملي بالميزان او بقدي اللمونة الكبيرة كده او حجم البيضة زي ما انتو شايفين كده اهو هغطيهم برضو بعد ما قطعتهم واسبهم يريحوا 10 دقيقة الميزة جدا في الطريقة دي انها ما بتاخدش مواد دهنية كتيرة حطيت نص كبات زبدة اللي هو 100 جرام وضفت عليهم كمان حوالي ربع كبات زيت وهدوبهم مش هنخليهم دايبة يعني سايحة خالص لأ نفك بس الزبدة او ممكن لو انت بخرجها برد تلاجة تبقى بدرجة حرارة الغرفة لينة يعني مش لازم نسيحها يعني هنا شايفين كل ما بنخلي العجينة العجينة بتصير مطاطية ما شاء الله تبارك الرحمن اهو ممتزة هنا بقى هنبدأ نشوف طريقة الفرد معنا وطبعا لازم تغطوا العجين ببلاست كريب وكمان فوقها منشفة عشان ما يعملش قشرة ويقطع منك العجين شايفين انا ما دوبتش الزبدة كامل بس مجرد فكتها لانا كنت مطلعها من التلاجة لكن لو انت مخليها بدرجة حرارة الغرفة هتبقى لينة عادي مش تحتاجة تفكيها على الغاز على سطح العمل او الرخامة اللي بنشتغل عليها هنضيف مسحة زيت خفيفة كده يعني معلقة صغيرة وزي ما انتو شايفين العجينة مريحة بنبدأ باطراف الاصابع بناخد خليك من الوسط يعني تبدأي تخديم الاطراف لما بناخد من الاطراف بتلاقي العجينة على طول ما شاء الله تبارك الرحمن فتحت معاك لان لو بدأتي من الوسط هتلاقيها هتقطع منك فانت يبدأي من الاطراف هتلاقيها سحبت معاك وطبعا بتساعد نفسك بمسحة زيت على ايدك هتبدأ بناخد معلقة سمنة فقط او معلقة زبدة وبنتويها زي المظروف زي ما انتو شايفين كده وبحط مسحة زبدة خفيفة برده في ايدي وانا بطويها وكده صارت معانا مربع او مظروف هبدأ افتح واحدة تانية معاكو هخليها طبعا على صنية ونشوف نفتح واحدة تانية مع بعض العملية سهلة كل ما العجينة تريحيها كل ما تشتغل معاكي تفتح معاكي بسرعة بمنتهى الحاجة السطح ممتسوح بزيت وبنبدأ من الاطراف ونوسع باطراف الاصابع زي ما انتو شايفين انا طبعا صرعت كده الجزء ده عشان ما نطولش عليكم الفيديو شايفين حتى العجينة كلها بابلز وفقعات وهي كل فطيرة ما بتاخدش اكتر من معلقة سمنة او معلقة زبدة او لو عايزين تشتغلوا بزيت بس الزيت هيبقى ناشف شوية لو ما حططوش معاها سمنة او زبدة هنا اهو بنفتح بقى كل واحدة بفتحها واحط فيها واحدة تانية اهو يعني كل فطيرة بتاخد كورتين شايفين العجينة كلها بابلز يعني العجينة ما شاء الله هوية ومرتاحة وممتازة هفتح التانية واحط فيها واحدة من اللي فردتها واقفلها برضو مظروف بعد ما قفلتهم زي ما انتو شايفين كده شايفين يعني كمية الزبدة اصلا اللي انا عملتها ما استخدمتهاش كلها شوية دول هنستخدمهم برضو ايه في الجزء التاني في الفرد طبعا في المرحلة دي بخليهم يرتاحوا عشر دقايق لان العجينة احنا فردناه لو انت جيت حاولت تفرديه على طول مباشرة هتبدأ تقطع منك الفطيرة فخليه يرتاح عشر دقايق ربع ساعة عشان تاخد من معاه نتيجة كويسة وما يقطعش معايك باطرف اصابعنا كده بنوسعها خفيف جدا احنا مش مترقهاش قوي عشان ما تكونش رقيقة والعجينة تقطع منك او ما ينفخش منك في الفرن باخد معلقة صغيرة جدا من الزبدة وابدأ افردها على سطح الفطيرة واجمعها كده على شكل كورة او على شكل دائري يعني اهو زي ما انتو شايفين الموضوع سهل وسريع وممتع يعني مش هاخد منك وقت يعني عشان ما تمليش اعجيني العجين وانتي مثلا بتطبخي وانتي بتخسلي موعين يعني الوقت اللي بترايحي في العجين تكوني بتشتغلي في حاجة في المطبخ عشان ما تحسيش ان الوقت طويل وتملي يعني او زي ما انتو شايفين العجينة ما شاء الله تبارك الرحمن تخفى او هبدأ اوسع باطراف اصابعي مش بنوسعها كتير عشان تنفخ معنا لو وسعتيها هتبقى يعني هتلزق كده وتسك منك مش هترتفق حطتهم برضو بعد ما قفلتهم دواير خلتهم في الصاج وغطتهم عشان ما اعملوش اشرة وخلتهم برضو يرايحوا عشر دقايق ربع ساعة قبل ما دخل الفرن وهضغط عليها ضغطة خفيفة خالص يعني مش هنكبرها لا هي ضغطة خفيفة عشان تبقى كلهم بنفس المستوى يعني وتنفخ لان احنا لو سبناها بنفس الحجم ده مش هترفع لانها هتعتبر تخينة على رفعة الفطير فلازم نوسعها شوية زي ما انتو شايفين العملية سهلة وسريعة والعجين كل ما يكون مرتاح كل ما بتشوفه معايا بيفرد معانا بمنتهى لسهولة لو انت تغطي على الفطيرة ولقتيها لمت في اي مرحلة من المراحل يعني معنى كده ان العجينة مش مرتاحة لازم تغطيها وتسبيها تريح عشر دقايق ربع ساعة وترجعها تفريدي فيها مرة تانية هتمشي معاك زي الحلاوة ان شاء الله اهو هنا بقى التسوية لازم يكون الفرن مسخناء قبلها مسلا بعشر دقايق ربع ساعة من اسفل فقط على اعلى درجة حرارة انا عندي اسفل ومروحة فما بحتاجش يشغل الشواية شايفين انا وريتكو هنا في نص التسوية شايفين الفطير كله ما شاء الله اللهم بارك اب ورفع ليه لان النار عالية لو النار هدية عمره ما هيرتفع معاك وهينتفخ هيسك منك ويبقى لازق في بعضه اللهم بارك الريحة مش قادروا صفالكم كله مورق ومنفوخ شايفين بقى التسوية واخد لون دهبي تخفى سهل وسريع في المرحلة دي تقدر تعمليه وتخليه يبرد يهدى شوية ويبرد وتليف في كل واحدة ببلاستيك راب وتخليه في الفريزر تطلعي في عشت تطلعي في فطار واحد ما عندوش نفس يطبخ يطلعهم شوية جبنة قديمة والزتون وشوية بطاطس وطعمية وعسل ويمشع بكده ويمشي وشوية فطير اللهم بارك عسل يستقلوا بقكم العسل ان شاء الله المقدير سهلة وسريعة والطريقة سهلة وسريعة وانتو شايفين النتيجة اللهم بارك هش ومورق وخفيف ومنفوخ وفاخر من الاخر ما تبخلوش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتنسوش تصلي على الرسول وتستغفروا الله في التعليقات وتقولونا من اي دولة بتشاهدونا شوفكم في فيديوهات جاية كتير السلام عليكم اشتركوا في القناة